الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه حضرات السيدات والسادة عضاء البرلمان المحترمين نستحضر بكل خشوع وإجلال يقتران افتتاحنا لهذه السنة التشريعية بتخليد الشعب المغربي في العاشر من رمضان المبارك لذكرى رحيل محرر الأمة جدنا المنعم جلالة الملك محمد الخامس فقد كان أكرم الله مثواه رائدا في إرساخ دائم الديمقراطية من خلال إنجازات تاريخية وفي طليعتها إصداره سنة 1958 للأهد الملكي المتقدم للحريات الأمة المكرس للتأدد الحزبية التي دسرها بعده بكل حكمة وبعد نظر والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحا وستكون مصادقتكم في مستهل هذه الدورة على قانون جديد للأحزاب الذي دعونا إلى وضعه خير تعبير عن الوفاء لذكراهما العطرة وأقوى تحفيز على جاء لهذا التشريع المؤسس نقلة نوعية إلى ما نتوخاه لأحزابنا السياسية من دور أساس في بناء المجتمع الديمقراطي التنموي كما يتزامن عقاد هذه الدورة مع ضرفية محملة بمشاريع وإصلاحة هيكلية واعدة واستحقاقات ملزمة في شتى المجالات وأوراش تنموية مفتوحة في كل الجهات لا بد لتحقيق برامجها الطموحة ورفع ما يقتنفها من إكراهات ورهانات وتحديات من التشبع بروح التابعة والعمل والثقة والأمل وإذا كان شعورنا في إنجاز الشطر الأول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد مكننا من المعاينة الشخصية لمدى الخصاص والتفوتات والحاجيات فقد جعلنا نقف ميدانيا على مدى الخراط القوي فيها من كل الفئات بوازع المواطنة الإيجابية مواطنة قائمة على تحمل المسؤولية والمشارقة في إبداع الحلول الأكثر واقعية للمؤدلات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تنتظر المواعد الانتخابية ولا أن تبقى مرهونة بها وفي هذا الصدد نؤكد ضرورة توعية كل مغربي بأن مصيره يتوقف على مبادراته وإقدامه على الأمل الجماعي الذي يمر عبر تأطيره عن طريق الهيئات المؤهلة وفي طليعتها الأحزاب التي نعتبرها مدارس للوطنية والمواطنة الحقة بل الأداة المطلع لتربية كل المغاربة على حسن المشاركة في تدبير الشأن العام وممارسة العمل السياسي بمعناه النبي وذلكم هو النهج القويم الذي أعمل جاهدا على توطيد أركانه مؤكدا غير ما مره ومن أعلى هذا المنبر على إعادة الاعتبار للهيئات السياسية يقتناء مننا بأنه لا ديمقراطية فعلية وملموسة إلا بأحزاب قوية ومسؤولة ومن ثم كان حرصنا على تقويتها من خلال توفير إطار قانوني متقدم يكفل لها الديمقراطية في التأسيس والتنظيم والتسيير فضلا عن توفير الدعم المادي القاري والشفاف الذي يأخذ بعين الاعتبار قدرتها على التأطير والتمثيل وسيظل هدفنا الأسماء تمكين الأحزاب الوطنية من المناء اللازمة وتحسين مشهدنا الحزبي والبلقنا المعيقة للنهوض بدورها الدستوري على الوجه المطلوب بيد أن هذا النص المؤسس سيبقى مهما تكون مصداقيته مجرد إطار تشريعي ما لم يبادل الفائلون السياسيون إلى إطفاء الدينامية الضرورية عليه وذلك بحسن تفعيل مقتضياته واستلهام روحه بما يجعله بطاقا لثقافة سياسية جديدة ترسخ الثقة في المنظمات الحزبية والمجاليس المنتخبة ولنا اليقين في أن أحزابنا السياسية بغيرتها الوطنية ستسارع إلى تجسيد تجاوبها مع التشريع الجديد ليس فقط بتقليص مدة الملاءمة الشكلية بتعديل أنظمتها الأساسية وفقه وإنما أيضا بجعل هذه الملاءمة أكثر أمقا بحيث تجسد روحه سواء فيما يخص الانتقال بالأمل الحزبي من الموسمية الانتخابية إلى الاستمرارية التأطيرية أو في استيعاب النخب الجديدة ولا سيما منها الشباب والنساء كما ندعوها لتكريز قصار نشاطها الميداني لترسيخ روح المواطنة الفائلة وتربية الأجيال الصائدة على المشاركة الديمقراطية وتحصينها من مساوئ الفراغ السياسي وعواقبه الوخيمة وبرغم أهميته فإننا نعتبر قانون الأحزاب ليس نهاية المطاف وإنما هو خطوة أولى أساسية في المصاري الحيوي البناء ليس فقط لعادة ترتيب بيتها لكسب استحقاقاتها لانتخابية المشروعة ولكن أيضا لتحقيق ما نتوخاه جميعا من انبتاق مشهد سياسي معقلا قائم على تحالفات قوية وأفطاب متمايزة لا بكثرة ألوانها ولكن بتنافسيتها حول مشاريع تنموية مضبوطة وسيظل استكمال وتعزيز هذا التأهيل الحزبي في بؤده التشريعي رهينا بنظام انتخابي ناجع وملائم لذلك أصدرنا تعليماتنا للحكومة قصد العمل في إطار من التشاور الواسع والتوافق البناء على أن تكون مدونة الانتخابات معتمدة ومعروفة قبل سنة من موعد الاختراع بما يتيح وضوح الرؤية وتخليق المنافسة المتكافئة الكفيلة بخوض انتخابات حرة وتعددية وذلكم هو السبيل القويم لبلوغ ما نتطلع إليه من إفراز أغلبية حكومية متجمة ومؤارضة نيابية البناء إن هذا التحديث التشريعي لقانوني الأحزاب والانتخابات لن يعطي ثماره كاملة ما لم يقترن تأهيل سياسي أكثر شمولية وأدمن لترسيخ ثقة المواطن وتحفيزه على المشاركة في مؤسساته النيابية والحزبية والجمعوية وفي هذا الإطار فإن المؤسسة البرلمانية مطالبة بالنهوض بدور مهم في هذا المسار الجاد وذلك بإعطاء شحنة قوية لتنشيط العمل النيابي على جميع مستوياته تشريعا إصلاحيا ومراقبة مسؤولة وتأطيرا ميداني وديبلوماسية موازية مقدامة تستهدف جعل التطور الديمقراطي لبلادنا في خدمة الدفاع عن مغربية صحرائنا وإننا لندعو كل الفائلين إلى تأبئة جهودهم وتضافرها في مواجهة الحملات المغرضة المدبرة من قبل خصوم وحدتنا الترابية وذلك بالتصدي القوي لها في كل المحافل لفضح الأساليب والمناورات الدنيئة حضرات النائبات والنواب المحترمين تجسيدا للمكانة التي نوليها لمؤسستكم الموقرة وحرصا منا على توسيع مجال الممارسة الديمقراطية بكيفية ملموسة فقد قررنا أن يتولى البرلمان على غرار مدونة الأسرة البت في إصلاح التشريع المتعلق بالجنسية بالمنظور الشمولي للمواطنة المسؤولة والمتشبعة بالثوابت الوطنية المقدسة وإننا نتوخى من التأهيل السياسي الشامل تعبيد الطريق أمام الإصلاح المؤسسي العميق الهادث إلى توطيد الدولة القوية بالملكية الدستورية المواطنة وبالمؤسسات الديمقراطية المسؤولة والناجئة وبالتنمية البشرية المستدامة وتعزيز الحكام الجيدة غير أن الإصلاح المؤسسي الذي نحرص عليه لا يجب أن يحجب أنه سيظل بدون تنمية بشرية صوريا بل ونوعا من الطرف السياسي بالنسبة للجماهير الشعبية التي تعتبر الأمل من أجل توفير الحد الأدنى من العيش الكريم والرزق الحلال في ظل العفاف والكفاف شغلها الشاغل ولأجل ذلك فإنه لا مناصلنا من الإصراء بالنمو الاقتصادي باعتباره انخراطا جدا وأملا دعوب على إنتاج الثروات بالمبادرة الحرة والاجتهاد بدل ترديده كشعار ينادي به الجميع ويحوله لنوع من المطالب النقابية التي يمكن تلبيتها بمجرد إصدار قرار فبلادنا وإن كانت تشجل نمو اقتصاديا ملحوظ إلا أنها لم تؤبئ بعد كل طاقاتها لتتقدم فيه بالوتيرة القصوى والسير الحثيث على قدمها معا في توازن وتكامل بين التنمية والديمقراطية وبين ترشيد القطاع العام ونهوض القطاع الخاص بدور قاطرة النمو إن المشكل ليس في أننا أمام مؤضلة صعبة وإنما في كوننا نضع كل عبئها على كاهل الدولة بمفردها دون إشراك الفائلين الآخرين ولوضع حد لهذا المشي المختل على قدم واحدة فإنه يتعين على الجميع الإقدام على إيجاد حلول ناجئة لها في الوقت الملائم بقرارات جريئة وفعالة والتخطيط الأقلاني والمحكم الذي هو ثمرة التربية الصالحة والتنشئة السياسية والاجتماعية التشاركية ومن ثم كان تركيزنا على بناء ثقافة المواطنة الإيجابية بكل ما تأنيه من تحول إلى أقلية المواطن الفائل المبادر والمشارك المنتج بدل السلبية والتواكلية والانتظارية وهو ما يتطلب النفس الطويل الذي يرتبط فيه تقدم المواطن بقابليته لتقدم ذلك أنه لا يمكن تطوير المغرب إلا بسواعد أبنائه وأقولهم والسعي الحديث في سبيل تغيير ما بأنفسهم كما أنه لا يمكن إصلاح البلاد بدون صلاح العباد وإننا لنسأل الله سبحانه في هذه الأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول للباب صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر